اهلا بكم اعزائي المشاهدين اشعر بالسعادة ويستمر في ابداعه وكما قال الشاعر المساعد الرشيدي الشاعر بالقلب مربعه تسقيه غيمة وتنهيدة ويطلق للنجم بأثابعه ويحجم اللاشي ويقيده برنامجنا متعدد المواهب ولكن حلقتنا النهاردة عن مواهبة خاصة جدا حنهارض على قناة الصح والجمال في برنامجنا مواهبة سبق سنها بابداعها وتعلقها استضافها كتير من الاعلاميين في الكنوات المختلفة ولكن من ابداعها وتعلقها ان شاء الله هنصرفها في حلقتنا النهاردة قبل ما نتكلم مع عضفتنا وقبل ما نحاور في موضوعنا احب ارحب بزميلة الاستاذة معها اهلا محردك استاذ الشام واهلا ممشاهدين في كل مكان ومتابعين برنامج كلمة فاصلة في الحقيقة بنفرح دايما لما بنلاقي اطفال وشباب بلدنا فيهم مواهب حقيقية طبعا في ظل الزمن اللي احنا فيه عدم تزوق الزوء الفني والموهبة الحقيقية والتلوث السمعي اللي احنا فيه دلوقتي بسبب المهرجانات واللي بيحصل واكيد كلنا متابعين على الفيسبوك التلوث اللي احنا فيه بسبب المهرجانات دي طبعا بنبدأها من اول الكلمات بنبدأها من اول منتجين الكلام ده كله لازم يكون فيه وعي لاطفالنا لازم نهتم باطفالنا في موهبتهم عشان نقدر نشجعهم دايما لزوق الفن ايه دايما الكلمات المناسبة ان طفلنا يسمعها ايه الكلمة اللي ممكن يكتبها كمان اه وطبعا ده هنعرفه النهارده مع دفتنا اللي هتشرفنا ان شاء الله اه اللي زي مقشار استاذ هشام الزميدي اه عن موهبتها فعلا سبق سنها ما شاء الله عليها هي موهبتها عن الشعر اه طبعا موهبتها عن الشعر ده يفرق كتير في سنها الصغير ده اللي بيشجعها لان هي تكتب كلمات كبيرة على سنها وتفكر في الكلام قبل كمان ما بتكتبه اه دي اكيد من البيئة المحاطة بيها من الناس اللي بيشجعوها ده هنعرفه برضو منها بس قبل طبعا ما نعرف الكلام ده من دفتنا حابة بس اعرض لها في فيديو كده من من القاقها في الشعر من طريقتها في القاقه في سنها الصغير ده وحابة برضو قبل ما معرض الفيديو عايزة بس اقول لمشاهديني ان التلوث السمعي اللي احنا فيه دلوقتي بسبب المهرجانات سببه الاول والاخير اه البيت والبيئة والمجتمع ان احنا بنشجع على استمرار المهرجانات دي طبعا زي ما حضركم برضو متابعين ان بدأ يتحط حد الموضوع المهرجانات هي مش مهرجانات للأسف او مش معظمها عشان برضو ما بقاش اه منطوية او متحيدة اوي عليهم مش حابة ان انا اظلمهم كتير بس في مهرجانات كتير اوي مش حابيني ان احنا نسمعها كلماتها نفسها مش كويسة ارجع لديفتنا وارجع لموضوع ديفتنا عايزة بس اعرض لها فيديو يكون معانا بعد اذنك يا استس تامر اعرض لي فيديو لديفتنا ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله كده انا اعرض لكم الفيديو ونفرق ونشوف ابداع ديفتنا في الشعر شكرا 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 خليني يا فندم انول السرب خليني يا فندم انول السرب وحكي حب ابويا البلد بأكبر واحد شايفوا عرب حب بلد اكثر من ودا لما يقول لحب بلد حبها أكثر من ولادها علم حبها كمن ولدك فيها كان محل الله على دوة قد شديد أبعد أظهر لفبك حتى لو مرد شحين ما تغلى أبدا على ربك قطفك يا أبو يا جاعة أبو تاني هخلي وصيتك كل هم مهما يا بلدي منك أعالي حظل حبك لإنك أول أحيانا نكون أتكلم معاه حظل أحذي أنك متحدثين حتحمل الصابويات مبني يا ماء تسين الهبّ يا إلي أحمّك في شدتك يجالي لن مش أبعد ألعن فيتي وزبك لن بطمر يا بلدك أزنى حذيت يا بلدك برعليك دا الكمال هو الهتمت والله العياب هو اللي فينا إحنا اللي مش عدوه سلامك الوقت لما أسمع سلامك الوقت لما أسمع بيه الزبيك والأمسان بيخلي حبك في جلبي يجمع والجلحة ماتا حميكا سمع قاطب بتنادي علي بالجول ولا نبكينا بطري بطري البلدان حوالي هتحمد ربك إنك نحن سمع قاطب بتنادي علي بالجول ولا نبكينا بطري بطري البلدان حوالي هتحمد ربك إنك نحن جنودك لمصر بيه بيه وإزاهم أبن عن قدوم احجي عن رجلت المتفعية يوم مدكت اليوم رجلت أقلاص ريه فيهم مدى يشاهد من اليوم احجي عن الضربة الجوية عملت احجي بني أمور ولقوابك البحرية بقيت للعالم حديث عملت ملحة متاريخية وخلت عدوك يستغير وهو بلاحة فاعد جوي فوق الأرض نصب استارة وهو بلاحة فاعد جوي فوق الأرض نصب استارة خل عداتي معرفة تسويك هم أبطل وقفة محتارة هم أبطل وقفة محتارة مهزة جاشك أي شعاب خل العالم يبقى الكير هم يدومك ثلاثة ساعات ضمر فيهم خضر مش هانت زبايبي اللي بسينة مش هانت زبايبي اللي بسينة الخطر عليهم بيتوت أهم الواجد جانبومينة هم عرضين دايماً للماء الخوف اللي في نفسه ابتدى وحبه في بلده فيها أنا مش هانت مقدار اترفع كانت برضو كتير رضا هم أبطل بهم إدال الغد كانوا قايمين في رس الحر هنشفوا يارز زي حمات زي التلال مدوم وبدوم لسه أبطل هزنا والبسنة لسه أبطل هزنا والبسنة لسه أبطل هزنا والبسنة ولحظة تنفي الأوقات مش هانت أنا أمد الأبناء اللي بتشهد في شرب القوادين وكيف جلب عده ورحمان انصم قففر في ألم الجسد جلبوا بيت إيمان مليان وظلي قابل ثلاث أثنين كتير في جنب وقصاة أبطل ما تكونش تشكي بحدة إبراح بطيب حفظين كاعدة حفظة وأطفح لينا مثل وعبرة ظلي قابل كماش شعال ظلي قابل كماش شعال وحطوا بلا جمال جلب فضحوا يا فنسن كمال دبان واجع منهم اثناش الطاق فضحوا يا فنسن كمال دبان واجع منهم اثناش الطاق كمال دبان كمال دبان يالات الرئيس كيشك تطعه وضع كيشك كايماً بخل وكويس ونحط شعر في النباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم في دقيقة أحدال على أرواح الشر شكرا خليني يا فندم أنول السرب خليني يا فندم أنول السرب وحكي حبك ويا البلد بأكثر واحد شايفه عرب حب بلد أكثر من ودد من يقول حب بلد حبها أكثر من ودد علم حبها كمن ولدك فيها كان حل الله على جوة قد شديد أبعد أظهر لفبك حتى لو مركش أفين وتغلى أبدا على ربك وطفك يا بيجاعة أبو تاني هخل لي وصيكا كل همك مهما يا بلدي منك أعالي حظ لحبك لإنك أولك أحيانا نقول أتكلم معادي أحب في أنك بتحديدين هتحمل الصابوياتي بأمي يا ماء تتين أحبها لإني أحبك في شدتك يتجعلي لنك مش أبعد ألعن فيكي وزدك لن بطمر يا بلدك أزنى هتجد يا بلدك برعاليك ورجعنا لكم بعض الفاصل وبعد ما شفنا الفيديو الجميل اللي احنا عرضنا النهاردة للموهبة اللي معنا قدي إيه هي صغيرة قدي إيه كلامها وإلقاءها في الشعر حاجة جميلة جدا أرحب بديبتي وديفت حلقتنا معينا الشعيرة بنت دميوت هاجر أشرف متيرد زيكي هاجر كويس الله الحمد لله إزاي حضرتك الحمد لله يا حبيبتي عندي كم سنة يا هاجر عندي 11 سنة عندي 11 سنة ما شاء الله عليك طيب هاجر يعني في البداية كده انتي بتحب الشعر منه انتي قدي إيه تقريبا انتي أصلا كلك قدي إيه هو أنا بدأ أصلا ألقي شعر من هنا في كيجوان ما شاء الله عليك طيب عايزين نعرف بقى عشان نعرف الموهبة الجميلة اللي سبق سنك انتي قطي لنا إن هي من كيجوان ممتيها بقى ولا لا ممتها طبعا كل سنة كان القائب يتطور أكتر فهو أنا اكتشف موهبتي مستات الرودة الأستاذة ماروة الصنباطي والأستاذة فاطمة ظهارب ومديرة رودتي الأستاذة مارفة عصفور اكتشفوها وقالوا الماما بنتك عندها موهبة القائب شعر كنت زي أي طفلة بلقي قصيدة كده حديث مقدمة كده فابتدت إن الموهبتي تتطور أكتر وأكتر عن طريق راية قريتي برضو بعض الشعراء اه ايو وبكتش كمان الحمد لله بتحبي مين في الشعر اه 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 احنا تشاك ما شاء الله عليك بنيوفي الموهبة دي نعمة من الله عز وزي فعلا الله اه ايها ايمان يا شاء ايها فعلا الله وإذا برضو الموهبة عاملة بالضبط كنابت إذا سقيناها حزينا بيها بالاهتمام عن طريق الاهتمام والرعاية اي اه مين بقى اللي بيرعيكي مع موهبتك ماما وبابا ماما وبابا اه طيب ولي بيشجعني بقى إن أنا أكمل في مشواري سيادة العميد مجدساء وسيادة المستشار العسكري تمام العواطل عشان كده إنتي بتحبي دايماً تلبسي اللبس الجيش والزباط اه هم زعروا فيي حب الوطنية وعلموني يعني إيه مصر والجيش المصري وتراب مصري فأنا عشقة لكل بيادة في الجيش طيب كلب جميل عشقة لكل بيادة في الجيش تحب تكوني شاعرة طيب تحب تبقى ليكو دور برضو في اللبس المموه أيو أنا إن شاء الله لاب مكبر حلمي إن أنا كن زاب الدكتور بإذن الله ما شاء الله ربنا يا وفائك يا رب طيب هاجر قصة اللبس طبعاً وانتي جايال نبيه النهاردة أنا طلبت منك وبرضو عرضاه لك بعض الصور اللي هكون معنا أو معنا دراقتي على الشاشة ليكي دايماً بتروح اللقاءات بتاعتك بلبس الجيش ولا فيه تغيير لا يعني كام واحد كده كام واحد مش على طول يعني أنا أكتب لبسي أصلاً مموه طيب ودي لإنتي ليكي مواهب تاني وبتحب المواهبة تاني بتنميها عندك ولا هي الشارع أنا عندي مواهبة تانية اللي هي مواهبة الرسم والحمد لله حفظه لكتاب اللي 13 جزء ما شاء الله عليك بسم الله ما شاء الله طب هل مواهبة الشارع يعني بتشجعك أكتر عن الدراسة؟ أه طبعاً يعني أنا كنت أكتبت حدي مع نفسي السنة دي اللي أنا أطلع الأولى وأن مواهبتي دي أصلاً مش هتأثر علي مش هتأثر على مواهبتي ومش هتأثر كمان على مذاكرتي والحمد لله طلعت الأولى يعني الحمد لله بطلع في كل سنة الأولى ما شاء الله عليك يا حزيرة يا رب دايماً كده على طول الأولى في كل حاجة يا رب قولي لي يا هجر ماما في البيت بتساعدك في موضوع الشعر وإنت بتكتبي أو بتحاولي تكتبي وليك فعلاً كتابات؟ لا لسه ملكيش كتابات؟ لا أنا ليا كتابات بس ماما مش إنها بتحب تحبتني في كتاباتي ماما بتجيب لي الكتب وأنا أقرأ تمام مش لكن بقى اللي بيقول لي شيل الكلمة دي وحط الكلمة دي شيل الكلمة دي وحط الكلمة دي سيات العميد المجدسة هو اللي بيساعدك وهو اللي بيشجعي اي وماما دورها إن هي بتسيبك تعملي اللي انت عايزان عايزاني الحرية ما شاء الله ربنا يبرك لها طبعاً في شعر كتير أكيد هجر اه اه ايه البروراف المعين أو اللي انت بتاديدي بيه اللي انت حبتيه في خلال كتاباتي كلها الوطن الوطن جميل جميل ممكن ان انا ههو منه كبلي صغير اه انا ههو القصيدة للرئيس طبعاً صباح الخير يا مصر يا كل خطوة بنصر فيك جبال وسخور هم جبال النصر هم جيشك العظيم شرب من ماء النيل هم ولاد الفرعنة أساس مجدك يا مصر والخطوة بتكون بيهم عزة وكرامة ونصر والسيسي طلع من وسطيهم من بين ولادك يا مصر قائد الجيش العظيم في بداية المشوار وتاني خطوة رئيس وقف الباب الجواسيس وبدأ يأمنك يا مصر وبدأ لولادك في مشاريع طرق وكبالي ومصانع وكمان تواصل طبية اضابيها على فيروسي وزي ينحب عاصمة ادارية تعيش يا سيسي فخر بلادك تعيش تحقق حلم ولادك يعيش في امن وسلام ورخاء اسمحلي يا فندي ما تديك التحية احسن ريس جيت لبلادي اهر عدانا وفخر ولادي واختم وقولك تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر اللي جابت بنات زيك والله العظيم يعني تسلم ماما على تشجيع عليك ويسلم سيادتي العميد انا بس عايز اقولك حاجة يا هجر كلامك مش كبير قوي بس حلو تحيا مصر سلام عليكم اصد ايمن اسلام ايمن ربنا يخليك يا سيز ايمن إزايك عامل إيه؟ الحمد لله آه أستاذ أيمن الشاعر إزايك عامل إيه؟ أيمن عصام يا جماعة شاعر ابن المنصورة طبعاً النهاردة حلقات الشعر فلازم يكون مدخلات عن الشعر برضو وبرحب بالطفل جميلة شعارة الوطن هاجر معاك هاجر ربنا يخليك يا رب إزايك يا هاجر كويس والله الحمد لله أنت عارفة أيمن؟ آه عارفة أستاذك عامل متابعينك طبعاً آه عارفاك يا أيمن أيها حبيبتي هاجر أنا أتمنى لك التوفيق والنجاح يا هاجر وإن شاء الله تكون حاجة كبيرة في المستهبل وأنا متابعك ومشاء الله عليك أنت شاعرها جميلة ومكتهدة وعاوز أقول لك نصحة يا هاجر أي متخليش أي حد أثر عليك ويحبتك خليك دايماً وثقة في نفسك سكتك في نفسك ده بحد ذات نجاح وهيقبلك حفر ومطباط هتتخط كل ده بالصبر يا هاجر بالصبر والاجتهاب خليك دايماً متفالح حبيبتي أنت الأمل أنت المستقبل أنت مصر وعشان ما أدولش عليكم أتمنى لك أن نجاح والتوفيق يا حبيبتي أيمن أيمن عايز أقول لك أنت كمان شاب من شباب مصر اللي نفتخر بيهم وإن شاء الله يكون معنا لقاء ليك قريب بإذن الله أوعدك بده أنا مبسوطة جداً أن أنت كنت معنا ولو عايز تقول لك حاجة سيدشاني أنا سعداء جداً بمكالمة حضرتك ومشاكرتك وإن شاء الله كده برضو عن كريب زي ما زملت يا سيدة ما نحن برضو نبقى فيه مقابلة بإذن الله مشاكت جداً على مكالمتك اللطيفة أستاذة هوجر حقيتنا النموذج النموذج المشرف أن كل الأجيال نفتخد بيها بيكي هنبس نوضح للمشاهدين بعض الصور الخاصة بيكي ونرجع لك تاني تفضل ترجمة نانسي قنقر ونرجع للكو تاني مع الشعارة الجميلة الكاتكوتة غاجر أشرف نحب نعرف مني بقى غاجر إيه تمنياتك وإيه اللي أنت تحبيه في المستقبل أو في شعرك عمتاً أحب اللي أنا إن شاء الله كل رب الدكتور بإذن الله يا ربو يحقق إن شاء الله إن شاء الله وإن أنا وصل رسالتي للعالم كله إن إحنا أهو أطفال مصر يعني نفسي أقبل رئيس عبد الفتاح السي إحنا أطفال مصر وإحنا مواهب مصر لأن المواهب بتاعت الليمون دولي مش مواهب دي مصطنعة فما تبقاش مواهب فإنتي فعلاً مواهبة من مصر قوليلي يا هوجر بصي في سنك الصغير ده أكيد أنت مخزنة شكر وكلام كتير حبت تقولي لحد لمن أحب أوجه رسالة شكري وتقديري إلى سيادة العميد أركام حرب مجد سق اللي وقف فيها لما ظلمت فضلي صلح في نفسيتي سنة سنوي هو اللي مد إيدي المساعدة ليا وسليدني جداً كل الشكر وصدير لحضرته وأحب أوجه رسالة للمستشار العسكري تامر العواضي اللي فعلاً برض وقف فيها واللي عرفني عليه سيادة العميد مجد سق وبحب أوجه رسالة شكر لإدارتي اللي فعلاً وقفت جنبي بحب أوجه رسالة شكر المدرسة مدير المدرسة للمدرسين وأستاذ سعد الحداد ومدرس فتح بكر والمدير إدارتي الأستاذ علي النجار اللي على قد ما هو قادر محتوي موهبين إدارته وطبعاً بحب أوجه رسالة إلى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة التوميات السيد سويلم والسادة المسؤولين عن المواهب بمحافظة الدوميات أنا بناشد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدوميات والسادة المسؤولين عن المواهب بمحافظة الدوميات أنا فين من محافظتي؟ أنا ليه مش مشارك في أي نشاط في محافظتي؟ أنا مش بطالب أكتر من حقي أنا بطالب بحقي بس أنا لما بروح في أي مكان وأقول أنا من محافظة الدوميات أهلية اللي بتفتخر بي دا يردمين يا سادة دا يردمين أنا حققت الحمد لله نجاحات في أهلية كتير الدا أهلية دعمتني كتير الحمد لله وحققت نجاحات في الكاهرة وفي كل مكان بس الواحد برضه مش بيحس بنجاحه غير لما يحققه في محافظته يعني الواحد مش بيحس بنجاح غير لما يحققه في محافظته مش عارفة حتقل أنا أكسن بالله الظلم اللي وقبه علي ما يقعش على واحدة عندها خمسين سنة انا مش بطالب باكتر من حقي انا بطالب بحقي بس انا دخلت المسابقة اول سنة اه اتدمرت نفسيا وفي دلسيات العميد يطلح فيا سنة سنوي نفسيتي كانت متدمرة تحت الارض تعرف يا هاجر انت يعني محركة فيا مشاعر مخلييني مش قادرة تكلم قصادك والله العظيم حاجر انت نموذج مش شري فعلا اكيد قليلي اللي حصل اه قليلي قليلي سمعيني كده اللي حصل اه قبل منتكلم بقى في موضوعنا معاكي معنا مشاركة الفنية من اللي مش مانسي محمد عبدو فاضر يا فندم ايه مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم شربتينك فاضر اوان انا بشكرك لاستاذ يشام وبشكر الاستاذة مهة على انهم دايما يعني اسعدونا بنموذج عظيم جدا اسمه هاجر اه كلامها الجميل ده زي ما الاستاذة مهة قالت بيخش على طول القلب وانا عايز اقولك انا عجب الكلام دي بيخش بالقلب لان انا فعلا انا بسمعه بقلبي قبل ما بسمعه دويلي وعارفة لما بسمعه بقلبي بحس بحب وشغف عشان بساطة الكلمة وعظمة المعنى لكن لما بسمعه بقلبي تشنف اذاني عشان تطرب لعظمة وجمال وروعة الالقاء اللي بيعبر عن كل اللي هوك طبعا اكيد اه اكيد بشغانس محمد في القوي كتبوا على يعني اللي بعيش عشاء مصر كتبوا كتير لغاية ما يعني توقعت ان طوية تحاقف في حب مصر وفي نعة حبها وكنت معتقد ان جفت نعتها الاقلام لكن انتي بتأكدي ان مزالة الاقلام لم تجفت لان في واحدة زيت كده حد جميل جدا عظيم قوي فعلا بيحارف فينا كل المشاعر الحب والتفن اه انا عايز اقولك يا شايماء يا هاضر انتي تستحقي ان احنا كلنا مش بس محافظة طميات كلنا نؤدي لحضرتك التحية اعتزاز وتأدير ومحافظة وفخر ان احنا عندنا بنت جميلة زي حضرتك كده ان شاء الله نشوفها في احسن حاجة ونشوفك دايما بتعطيها عن كل ما هو جميل في بلدنا اه انا عايز اقولك انت بساطة الكلمات اللي انتي بتقوليها بتفكريني بكلمة قدست البابا شنودة لما قال مصر مش وطن منعيش فيه مصر وطن بيعيش فينا وقدست البابا اه تودرس لما قال لو ما كانش فيه كنيسة في مصر هنطلي في المساق بش مهندس محمد بدي اه تودرس وطنية عظيمة انتي برضو ايدين تتعطبلي عنها بكلمات بسيطة جدا بس بتدل عن معنى عظيم جدا أتمنى كل الناس يسمعوا ويصلوا شكرا يا عاجر وشربتنا في برنامجنا ومع أسرة برنامج كلمة في وصفة ختمت برنامجنا أنه لابد من موهوب الشعر أنه يتوقف عن إبداعه ويستمر في الكفاح والعطاء ومن وجهة نظري أن الموهوب سوف تمكن بإذن الله في أن يستمر في إبداعه وتقول لك طالما عنده إصرار وعزيمة شكرا لحضراتكم ونشوفكم على خير أسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة في وصفة